رجال في السجن وإذا بقي النساء في البيت يأتي الصينيين ويسكن في هذا البيت ويعمل ما يشاء هناك بنت عمرها 14 سنة حكمت عليها 14 سنة السجن سبب أن في هاتفها صورة لبنت تدعو هذا هو جرمه أي موظف حكومي إذا لم يشرب خمر مثلا أو لم يأكل مع الصينيين كان هذا الموظف متهم يتهم على أن عنده دين يتدين الناس أصبحوا لا يدخلون إلى المساجد لأن الدخول إلى المساجد يعني من علامة التطرف ويكلفك الاعتقال ويكلفك الاعتقال أخذت من قريتنا كل نساء اللائي لديهن قابل الإنجاب إلى العيادة وأجرت عليهن عملية فاعلة كان لا يسمح لنا بالكلام أول شيء يعني ممنوع أن نتكلم نحن يسمونا السجنة سياسيين نحن في هذا الضغط ما كنا نعرف ما هو سياسي وتعذيب نفسي وحرموني من النوم عشر أيام وكل يوم يضربوني بالعصى غليظة يعترف أنك إرهابي يعترف أنك أعترف أنك وحالياً يعني ونقد الزاتي يقول يأتنا بالورق والقلام يقول لازم تعترف أنك ارتكبت جرماً ما نقد الزاتي يقول أنا كنت أصلي وكان هذا خطأ كنت أؤمن بالله كان هذا قرافة أولاً نقد الزاتي ثانياً يجبرنا أن نحفظ أشعار تمدح حزب الشوعي مثلاً يعني كأن حزب الشوعي يرزقنا يعني كأنه إله يعني يجبرنا على هذا والمحلات بالنسبة للمحلات يطلب من كل صاحب محل أن يضع الخمر والسجائر على واجهة المحلات في مكان يرار الجميع وإن لم يضع أي صاحب محل مثل هذه الأشياء في واجهة المحلات يغلق المحل الخاص به تقول رأيت كثير من المسجنات تموت أمام أعيننا ولا نستطيع أن نساعدهم لأن الغرفة مراقبة بأربع كاميرات تقول عندما تسقط واحدة تغمى عليها أو هي تئن من المراد أو تموت عندما نريد أن نساعدها الشرطي يتحدث عن طريق مكبرات الصوت تقول لا تقتربه من يقترب نعاقبه تقول هي أنا رأيت أمام أعيني تموت كثير من النساء من الجوع من المرض إذا أي واحد يعني أصابها المرض لا يعالج حتى يقول الصين تبيع للدول العربية بضائع في التجارة وفي كل شيء الصين هي المستفيد أما الدول العربية دول مستهلكة حتى بسبب البضائع الصينية كثير من المنتجات المحلية في الدول العربية ماتت المصانع ماتت لم تستطع أن تنافس مع البضائع الصينية ورغم ذلك الصين هي المستفيد الوحيد في العلاقة بينهما ولكن دول العربية مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد طبعا دائما في الأمم المتحدة وغيرها مع الموقف الصيني مع الأسف الشديد لذلك نطلب من كل أحرار العالم كل الناس لديه ذرة من الإنسانية أن يقف معنا كيف يستطيع أن يقف معكم مثلا بقدر ما يستطيع أقل شيء يقاطع بضائع الصينية لا يشتري بضائع الصينية لأن الصيني يبيع أسوأ ما لديه لدول العربية أسوأ ما لديه يصدر لدول العربية والصين معها مسالح كبيرة ما دول العربية لذلك كل واحد يساعدنا في الإعلام لأن الصين مخاضع جدا جدا نحن مظلومين بكل معنى الكلمة نحن لا نبالغ هذا ليس أمر سياسي أحيانا يقول هذا بينكم وبين الصين أمر سياسي لا هذا ليس أمر سياسي هذا أمر إنساني نحن حقا مظلومون بكل معنى الكلمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر